فالحقيقة تيجي تتفرج على البطولة لا فيها شغل وإثارة إثارة جيدة جدا 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 إيه اللي هيحصل للفترة اللي جاية؟ أتمنى خلينا نبقى إحنا ماشيين كده كمنتخب مصري يعني نمشي كده جنب الحيط واحدة بواحدة 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 الغالت لما تلاقي نفسك إن شاء الله في النهاية زي فاكرين لو تفتكروا البطولة الأخيرة اللي عبنا فيها المباراة النهاية واتغلبنا في المباراة النهاية في الجابون الناس بعد أول أسبوع الناس كلها قالت لك إيه بعد المباراتين تلاتة قالت لك يلا حنطلع من دور الستاشر مع هكتور كوبر طبعا ربنا كرمنا دور الستاشر قالت طب خلص حنطلع من دور التمانية والناس بقى الصحفين صحابنا وأصدقاء دا اللي كانوا هناك بقولولي إيه حنلم شنطنا وحنرجع بعد دور التمانية بتكسب 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 لغاية لما وصلت المباراة النهاية فالحقيقة يعني أتمنى إن ده يحصل خلينا إحنا ماشيين جنب الحقيقة وخلينا نتفرج على الإثارة اللي بتحصل في بعض المباراة زي اللي حصل النهاردة المنتخب الجزائري يا جماعة ضيع اللي ما شافش الماتش المنتخب الجزائري النهاردة أضع تلتمائة فرصة مش تلتمائة طبعا لكن عدد كبير جدا من الفرص زي مباراة سراليون بالزبط المنتخب الجزائري ضع تسعين ألف ضيع جوان كتير جدا وشوف الفرق شوف الفرق في التعليق تعليق على المباراة حافيس الدراجي اللي بيعلق على مباراة الجزائري النهاردة راجل جزائري بيحب بلده بيحب أندية بلده كلها ما بيتكلمش غير على المنتخب الجزائري فقط بس ما بيتكلمش على أي حاجة تانية ما بيحاولش يستفز الجمهور بتاع فريق تاني شوف حافيس الدراجي النهاردة هو بيتكلم بلاش حافيس الدراجي علشان ما يقولك مش عرف إيه شوف كابتن علي محمد علي على رغم من هو مش أهلاوي وما بيشجعش النادي الأهلي ومصر كلها عارفة هذا الكلام ولكن أنا دايماً ببقى مصير مش أنا القناة كلها بتبقى مصير أن يبقى كابتن علي محمد علي معانا في مباراة المنتخب بنكلمه ليه؟ لأنه رجل عارف كويس جداً جداً هو بيتكلم عن مصر عن مصر بتكلمش عن حاجة تانية ما بيقولش معلومات غلط ما بيقولش معلومات غلط بالعكس رجل حيادي جداً رجل حيادي جداً عشان كده جمهوري الأهلي بتحب تسمعه وما بتوطش التلفزيون لأن احنا عارفين أن كابتن علي مش هيجي على النادي الأهلي عارفين أن كابتن علي محمد علي مش هيجي على النادي الأهلي لكن عشان كده بنطيش التلفزيون بنسمع التلفزيون هو معلق بيحترم نفسه وبيحترم جمهوره وبيحتلم بلده ومزاكر كويس جداً ما بيقولش ايه معلومات غلط وخلاص بيضرب ايه كلامه وكلمتينه حفواً وعمره طبعاً كابتن علي ما سمعناهوش كتير يعني انه هو بيتكلم عن مباراة لمنتخب مصر بيتكلم فيه عن اهلي وزمالك واسماعيلي لا بيتكلم بالعكس اذا كان بيتكلم عن هذا الامر هو بيتكلم الاهلي بشكل ايجابي الزمالك بشكل ايجابي الاسماعيلي بشكل ايجابي بقية الفرق بشكل ايجابي هذا هو الفارق كابتن حفيز الدراجي مع المنتخب الجزائري نفس الكلام كابتن علي محمد علي مبارح مع المنتخب مصر ايه الجمال والحلاوة دي تسمع وتتبسط وانت قاعد بتسمعه تسمعه وتتبسط وتتعلي كده التلفزيون أعلى حاجة في التلفزيون اللي هي 100 توصل لممكن توصل لمية عشان تقدر تسمع الكلام ما بيقولش معلومة غلط الراجل ولو قال معلومة غلط بيطلع يعتذر عنها ما فيش مشكلة على فكرة فيش مشكلة ان اي حد يعتذر عن معلومة غلطة قالت لكن ان انت يعني كابتن علي محمد علي او كابتن حافيز الدراجي النهاردة مع المنتخب الجزائري او كابتن عصام الشوالي مع المنتخب التونسي بتلاقيهم ناس انا بحب اسمحهم جد مشان الواحدي كل الجمهور المصري والعربي بيحب يسمع معظم الناس دي هم حتى على الاقل طبعا المباريات اللي بيبقى فيها الاهلي وشاببت القبائل مثلا بتلاقي دايما المزيع الجزائري بيعانحاز للفريق الجزائري المزيع المصري بيعانحاز للفريق المصري ده طبيعي جدا ده طبيعي جدا عشان كده في قناتين صوتيتين في الاوقات اللي فيها مباريات زي دي عشان يتم رضا او يكون هناك رضا لكل الازواق في ذلك الوقت يعني لكن انت تتكلم عن منتخب بلد فتتبسط بتعليق علي محمد علي تتبسط بتعليق حفوز الدراجة حتى لو عليه تحفظات في بعض الامور لكن في التعليق يعني لكن مع المنتخب الجزائري لا تتبسط الرجل النهاردة المنتخب الجزائري مغلوب ويقولك لا احنا لازم نقف وراء منتخبنا ونعمل ونخلي ونسوي والمنتخب الجزائري هو الأفضل في أفريقيا ومعندناش مشكلة وحنكسب المطش اللي بعده وكلامه عن مصر وتنظيم مصر واللي عملته مصر والحاجات الحلوة واللي مفتقدين ملاعب مصر ومفتقدين الإقامة في مصر والإقامة في مصر والكلام الحلو اللطيف ده هو ده المعلق اللي بيحترم زي ما قلت لحضراتكم نفسه بيحترم مهنته وبيحترم تعليقه وبيحترم كل شيء جيد فشان كده تحية كبيرة جدا لكابتن علي محمد علي الحقيقة وتعليقه الرائع مبارح على فيه مبارات منتخبنا الوطني ضد منتخب غينيا بيساو وأيضا برضو طيب وبردو عايز أقول لحضراتكم تحية برضو للكابتن حافيز الدراجي وتعليقه الرائع الحقيقة على مبارات منتخب الجزائر النهاردة اللي لسه خلصانة من شوية تحية برضو كبيرة للكابتن عصام الشوالي على تعليقه في مبارات منتخب تونس حاجة جميلة جدا تونس وموريتانيا حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وناس بنحب نسمحها عمرنا ما هنوطي التلفزيون أبدا طول ما الناس دي بتقعد تبسطنا الحقيقة يعني يعني وعلي محمد علي كابتن علي يعني كان وشه حلو على مصر الحقيقة وربنا كرمنا وكسبنا يمكن ما الأداء برضو كان شوية في الآخر لكن في النهاية أول ثلاثة نقاط خدناهم مع أننا ما بحبش أنا قصة وشه حلو وشه وحش لكن أنا في النهاية كابتن علي بحمد علي بحبه جدا وبحب أسمعه كابتن حافيز الدراجي بحبه جدا وبحب أسمعه كابتن أسامي الشوالي بحبه جدا وبحب أسمعه فإن شاء الله الفترة اللي جاية كمان المنتخب المصري كمان إن شاء الله في مباراته أمام منتخب السودان هنشوف إيه اللي حيحصل يوم الأربع إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة الهمة جدا عشان نصعد وبعد كده نشوف بقى موضوع سريليون والجزائر كمان المنتخب المصري؟